اشتركوا في القناة ما خاب من السشار هي دعوة للاستنارة بآراء أصحاب الاختصاص والمشورة وأهل الخبرة دعوة للتشاور دعوة للحكمة وللاطمئنان إلى القرار مشاهدين الكرام وضع الله سبحانه وتعالى أسسا وأحكاما معينة لا بد من الالتزام بها عند توزيع الميراث أو التركة بين الورثة وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر هذه الأحكام وتبينها على أسسها المتينة بما يحقق العدل بين الورثة وقد نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر عام 2005 على هذه الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية ورغم وضوح الأمر إلا أنه ما زالت هناك أسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع منها على سبيل المثال ما هي شروط الميراث من يستحق الميراث كيف يتم توزيع الميراث ما هي موانع الأرض غيرها الكثير من السئلة سنطرح بعضها إن شاء الله تعالى في حلقتنا في هذا اليوم على ضيفنا الكريم والذي نرحب باسمكم جميعا به الأستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة الشارقة دكتور أهلا وسهلا فيك وحياك الله حياكم الله ومرحبا وأهلا بكم وجزاكم الله وخيرا شكرا على تلبية الدعوة وعلى الاستجابة والحضور معنا في هذا الستوديو على الرغم من التزامك بمحاضرات الجامعة في هذه الأوقات شكرا جزيلا وجزاكم الله خير وهذه خدمة البلد هي جزء أيضا من مهمتنا بارك الله فيك أشكرك يا دكتور دكتور الموضوع في تفاصيل كثيرة وكذلك هناك بعض التشاعبات وهناك كذلك بعض الأمور التي تطرأ بين فترة وأخرى محتاجين أن نتجول حولها وكذلك نحاول أن نعطي جرعة من التوعية لمن يتابعنا حول هذا الموضوع لكن أستأذنك أن نبدأ بعد تقريرنا الأول لنتابع معنا إذا مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم فبقوا معنا أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا وعمل على تحديد الورثة ومن لهم الحق في تركات الميت ليبطل بذلك ما كان عليه العرب قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغر فجاء الإسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور وتكفل الله سبحانه وتعالى قسمة التركات بنفسه فأفرد لها آيات متتاليات في سورة النساء بيّن فيها من يستحق الإرث ونصيب كل واحد منهم بنظام دقيق مفصل تفتخر به الأمة الإسلامية التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا سواء كانت أموالا عينية كالذهب والنقود والأراضي والعقارات أو كانت منافع كالإيجارات والحقوق وغيرها تورث وتنتقل ملكيتها إلى ورثة المتوفى بعد قضاء ما عليه من حقوق وديون تجاه الآخرين أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام بعد أن تابعنا هذا التقرير نبدأ في الحوار مع ضيفنا الكريم دكتور تعودنا في بداية كل حلقة نعرف بعض التعريفات أو إذا كانت هناك مصطلحات أو مترادفات حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو ورث أم أرث ميراث ما هو تحديدا ما هو المستخدم شرعا وإذا في تعريف لغوي له ونريد أن نتعرف كذلك من هو الوارث ماذا نعني بالتركة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة على تلفزيون الشارقة الذي هو ليس غريبا عليه طرح المواضيع التي تحتاجها الأمة ولا سيما ما يحتاجه المجتمع ومن ضمن القضايا التي يدور الحديث حولها كثيرا هي قضية توزيع التركة وكما يعني نعلم أن الميراث أو الإرث أو علم المواريث أو علم الفرائض الذي يسميه العلماء هو أحد مفردات الشريعة الإسلامية ومساقات التي تدرس في كلية الشريعة وفي كلية القانون وكما ذكرت أنه صدر قانون في هذه الدولة عام 2005 من 363 مادة قانونية تحدثت عن الزواج وعن الطلاق وعن الميراث فالجزء الأخير كان عن الميراث الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية كلها صدر فيها قانون في عام 2005 ب363 مادة قانونية ماشاعل وأيضا ذكر القانون في المادة الثانية منه بأنه أيضا يرجع في قضية القانون إلى الفقه الإسلامي مؤتدئا بالفقه المالكي ثم الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنفي الميراث هو مجموعة القواعد التي وضعها العلماء استنتاجا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في توزيع التركة هذا هو علم الميراث وعلم يعني مبني على القواعد والحساب لأنه أكو قواعد فقهية وأكو عملية حسابية ثلث وربع وثمن ونصف قضية حسابية من يرث كذا مبني على قاعدة قاعدة كم؟ بغضب مبني على حساب فنقول إذن هو علم من القواعد الفقهية والحساب يعني علميا يمشي سوية ولذلك بعض طلبتنا في بعض الأحيان لما تجي القضية الحسابية وهم أغلبهم خرجين أدبي يشكل علي قضية الثلث والربع والثلثين والنصف شلون أطلعها شلون أسوي كذا بينما الآن في علم المواريث يعني أصبحت يعني أقصد الحاسبات وكذا علم جيد والحقيقة أيضا أخونا وزمينا الأستاذ الدكتور عواد الخلف عميد كلية الشريعة عمل برنامج رائع والآن أنت أي واحد متوفي تدخل على هذا البرنامج وتقول لي عندي أربع أولاد وعندي ثلاث بنات وعندي عم وكذا أريد شلون أوزع التاريكة مباشرة يوزع مباشرة ينطيك كل الأشياء التي هي يعني في التاريكات طيب دكتور هذا بنتكلم عنها بشكل مفصل لكن سؤال استطراضي فقط هذا لا يغني أبدا عن وجود القاضي أو من يقوم بتوزيح هذه التاريكة لأنه مثلا أكو عندنا مثل ما يعني من خلال إحوار أكو مثلا مانع أكو هنا سبب أكو هنا شرط قد يأتيني سبب وشرط وكذا فالكوميوتر ما يفهم هذه المسائل تحتاج فعلا لأنه ولذلك عندنا في المحاكم الآن شعبة للموارث موجودة في محكمة الشارقة وفي محكمة دبي وطلابنا أثناء التطبيقات يروحون إلى هناك ويشوفون هذه الأشياء ويعني القاضي يبعثها إلى هذه الشعبة اللي تتأكد منها من خلال التفاصيل وبعد يعملون بها كذا وترجع إلى القاضي يستطردها فلذلك يعني تكون القضية دقيقة ولذلك من بناء من هذه التوجيهات على السمو الحاكم نحن الآن صار عندنا كلية شريعة موجودة وكلية قانون صار عندنا قسم شريعة وقانون الطالب يدرس ستين ساعة شريعة وستين ساعة قانون حتى في القضاء يكون عنده إلمان في الجانب الشرعي والجانب القانوني وأظن دكتور بناء كلامك يحتاج كذلك شيء من الجانب الحسابي والرياضيات أكيد هذه هي باكاً هي من علم الوارث يعني نحاول هي أخي عسف يعني ليست العلوم الكبيرة في الرياضيات لكن بعض طلبتنا أساسيات أنا أشوفهم أثناء التدريس الحقيقة لما ييجي التطبيق العملي يتيهون يقول لك أعرف هذا النصف وهذا ربع بس أقول لك توفى رجل وترك مليون واربعمائة ألف وعندي ابن وبنت وأخ وعم تعال أعطي ليهاهم هنا يصير عنده الإشكال يعرف هذا النصف بس شلون يطلع النصف يعرف هذا ربع يقول لك هذا راح منا ربع طيب المال اللي يضل ياخذ النصف من الأصل ولا من اللي يضل فيحتاج لهم الحقيقة أعتقد بالنسبة للطلبة دكتور هذه تأتي مع الممارسة مع الممارسة ببضغط حتى يصل أحدهم بعد ذلك لما وصل إليه علي بن أبي طالب يوزع الميراث وهو على المنبر وهو سميت بالمسألة المنبرية قال وصار ثمنها تسعة وهو يخطب يعني شهرت عندنا بالمسألة المنبرية لأن ما يسمى بمسألة العول صار بها عول وكذا فتجاوزت فقال وصار ثمنها تسعة حتى ما ندخل في متاهة أخرى كذاك نعود دكتور إذن ما هو الميراث أو ما هي التركة ما هي الأشياء التي تشملها التركة كيف نعرف المسألة بشكل أداء نعم التركة يا أخي الكريم هو ما يتركه المتوفى من أموال وهذه الأموال إما أن تكون نقودا وإما أن تكون عقارات أو أشياء أخرى يعني حينما يموت الإنسان عنده عشرة ملايين وعنده أراضي وعنده سيارات النقد يكون نقدا والسيارات وغيرها أيضا تقوم وتكون قيمتها نقد العقار إما أيضا أن يحاسب بعد ذلك على أنه يقوم أو على أنه هنا ربع وهنا ثمن وهنا ثلث ويعني يكون الورثة فيما بينهم يسمونها مسألة التخارج عندنا في الموارث مثلا يخرج واحد من هذا الميراث ويأخذ جزءا من الآخر حسب ما يتفقون عليه فهو مجموعة ما يتركه المتوفى من أموال كلمة المال العامة سواء نسمونها أعيان أو نقود عيني أو نقدي فالنقود معروفة أيضا والأعيان إما أن يعني تقوم ويكون جزء من المال النقدي الموجود وإما أن توزع أيضا بقيمة الربع والثمن والثلث إذا كانت أرض كبيرة الزوجة تأخذ ثمنها مثلا عندي مثلا ألفين مثلا وأربعمائة متر يعني كذا قدم أقول الثمن للزوجة تأخذ ثلاثمية النصف للولد مثلا يأخذ ألف ومئتين قد من الأرض نفسها من الأرض نفسها بناء على ما يتم الاتفاق عليه بين الورثة وعلى ما يقرر كذلك الشرع الشرع جميل جدا طيب كل ما يورث من مال صحيح؟ باختصار باختصار كل ما يورث من مال بعض الناس يورث لأبناء دين هل يعتبر هذا دين مديون مات وهو مديون لهو عليه هو مال لكن لآخرين هل يورث الدين كذلك؟ سؤال جميل أخ حسن الأصل في الورثة لا توزع إلا بعد سداد الدين المادة القانونية تقول يعني يجب في المال أربعة أشياء أولا تجهيز الميت يعني مثل في بلادنا الحمد لله التجهيز الدولة تقوم بك صحيح لكن تعرف في بعض البلاد حتى القبر بفلوس والسيارة التي تنقل بفلوس والذي يغسل بفلوس والكفل بفلوس بطضب صحيح فقالوا أول شيء نأخذ من التركة متعلقات الميت من غسل وتكفين ونقل وقبر الأمر الآخر نذهب إلى الديون نوفي الديون التي عليه من بعد وصية يوصى بها أو دين الآية القرآنية أنه لا يكون هناك توزيع للتركة إلا بعد أن نستوفي الديون التي عليه والديون قد تكون حقوقا لله وقد تكون حقوقا للعباد أيضا يعني يمكن الرجل ما دافع زكاة فهذه تخرج قبل تخرج على رأي جمهور الفقهاء ما تسقط الزكاة بوفاته وهذا ما نص عليه القانون الإمارات أيضا قال هناك حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق للعباد لأن القانون الإمارات أخذ برأي المالكي الذين يقولون حقوق الله وحقوق العباد هي التي توفى أولا فإذن بعد ما وثم من بعد وصية إذا كان الرجل أوصى بأن يبنى له مسجد أو مثلا يعطى لفلان كذا خارج الورثة لأن لا وصية لوارثة الأصل أن الوارثة لا يوصى له وحتى القانون في نص آخر قال إلا أن يجيزها باقي الورثة فإذن بالبداية أدفع الديون في البداية التزامات الميت الميت نعم من دفن وغيرها نعم ثم الديون الديون نعم والديون قسمين لله تعالى أو للعباد أو للعباد وبعدها نذهب إلى الوصاية الوصية الوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير الوصية لها شروط ليست مفتوحة على إسرائيل سيدنا سعد لما جاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أوصي بكل مالي قال له لا أريد أن بنصف مالي لا بالثلثين لا قال له ثلث والثلث كثير ثم بين العلة إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ذولي ورثتك ذولي جزء منك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الميراث إجباري وش اختياري يعني واحد قال لا تعطون ابني فلان يقول له ما لك علاقة بعد وفاتك هذا المال إجباريا ينتقل إلى الورثة فليس من حقك أنت أن تحرم زيدا أو عمرا في الفقه الإسلامي لا يجوز لرجل أن يحرم أحدا من ورثته في قضية الميراث لكن هناك من ممكن أن يحرم من الميراث شرعا شرعا وهي ما يسمى بموانع الأرض نجلها ويمنع الشخص من الميراث صاحب الرحب يقول واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين الرق ما موجود الآن ولذلك قانون لحوال الشخصية الإمارات لغاها قال موانع الشخص اثنان الأول القتل لا يرث القاتل من المقتول لا قدر الله ولد قتل أبو طلعه على جن ما يرث من عند أربع أولاد وواحد قاتل تقسم على الثلاثة والثالث لا توارث بين اختلاف ملتين مسلم وكافر سواء كان الولد مسلما والأب كافرا لا توارث بينهما أو العكس الأب كافرا أي أن كانت الديانة أي أن كانت الديانة لا توارث بين أهل ملتين فإذا هذه تسمى بموانع المرث حتى ولو كان الأب غير مسلم نعم والابن مسلم والابن مسلم الإبن لا يرث من أبوك إطلاقاً إلا إذا كما ذكرت بوصية أقرها باقي ورثها نعم يعني الوصية حتى لغير المسلمين جائزة جميل إذن دكتور حتى يعني شو ينلخص أنا عذرني سأستوقفك في بعض الأحيان إذن إذن موانع الميراث الآن ذكرتها ثلاثة أثنين هي التي تطبق حالياً حسب قانون لحوال الشخصية الإمارات على اعتبار نثاث أصلاً ما عاد أصلاً أهل رق انته انتهى ما فيه رق فبقي القتل لا يرث القاتل القاتل من المقتول سواء كان الأب أو الأبن أي قاتل أخ قتل أخوه ما يرثها أبداً طيب جميل والجزئة الثاني اختلاف الدين نعم انتهينا من موضوع موانع الأرض أرجع للوصية دكتور بعد ذلك الوصية ذكرت أنت الآن ذكرت لي شيء واحد في غاية الأهمية ألا وهو تحديد جزء معين من التاركة حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآية القرآنية قال من بعد وصية توصون بها أو من بعد وصية يوصون بها أو دين أو دين فالوصية جاءت عامة السنة مفسرة لما جاء مجمل في القرآن الكريم وقصة سيدنا سعد قالت الرسول قال ثلث والثلث كثير حتى يقول العلماء أغلب الصحابة لم يصب ثلث وصوا بربع وخموس أقل من الثلث لأن الرسول قال والثلث كثير فأخذوا مسألة الكثرة فقالوا إذا الرسول عليه وسلم كان يحب أن تكون الوصية أقل من الثلث عليه الصلاة والسلام طيب هل هناك شراطات أخرى للوصية أو مواصفات الوصية غير موضوع تحديدها بالثلث تحديدها وأن لا تكون لوارث أن لا تكون لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة يعني من العلماء من قال عموما لا وصية لوارث وفي نص آخر إلا أن يجيزها باقي الورثة وهذا ما نص عليه قانون الحوالي الشخصية الإماراتي قال إذا أجازها بقية الورثة لا مانع من أن يوصي نعطي مثال حتى نوضح للناس نعم يعني مثلا مات رجل وترك ثلاث أبناء كبار وابن صغير هذا الأب قال لك هذول يشتغلون وكبار وتجار بس هذا الولد صغير لسه لا بيات لا مززوج لا كده لا شيء فأنا أريد أن تعطون هذا الولد هذه القطعة الأرض حتى يبني العلي أبيت مثلا مثلا أو هذا المبلغ من المال حتى يستثمر من الآن لأخوكم أنت صار عندكم كده يأتي القاضي على هؤلاء الإخوة الثلاثة هذه وصية أبوكم وهذول أنتو الأصل لا وصية لوارد لكن هل تقبلون بذلك إذا قالوا نعم نعم وإذا قال بعضهم نعم وبعضهم قال لا أيضا القاضي يأخذ اللي قال لا يرجع لحصته واللي قال نعم يخصم يخصم يعني ممانعة فرد لا تلغي الوصية يعني كنور لا تلغي جميع الوصية تلغي نصيبه جميل من هذا الثلث الذي هو أراد أن يوصي به أو المبلغ الذي أوصيه تلغي نصيبه فقط في هذا المال جميل إذن لا وصية لوارث هذا واحد اثنين الثلث والثلث كثير إذا توافق الورثة على نصيب الوصية للوارث لا مانع منه شرع طيب هناك من يوصي أحيانا بوصية مركبة أو فيها تفاصيل كأن تكون مثلا هو يوصي بالثلث لفلان في حال بلغ سن كذا أو يوصي بالثلث للجمعية الخيرية الفلانية مع تفصيل معين بعد خمس سنوات من مضي كذا مثل هالتفاصيل يتمر عليكم دكتور نعم هذه يسمون المال يبقى محجوز يخرج من التركة لأن لا يجوز بما أن هناك وصية يعني الفقهاء يقولون الوصية للحمل عندنا مثل هذه المسائل الفقهية يعني لو أوصى لحمل هل يجوز قالوا نعم يعني قالوا ما هذا مجهول قالوا ننتظر إلى الولادة انخرج الحمل مية انرجع المال إلى الورثة وانخرج على قيد الحياة نجعلها له فمثل هذه الوصايا التي فيها أمد لا مانع أن يؤخذ شطر المال الذي أوصى به يعني بس شرطة كما قلت أن لا يتجاوز الثلث ونوقف هذا المال إلى أن يتبين لنا الأمر فإن تبين لنا كما اشترط لأنه يعني الموصي نعطي المال وفق ما اشترط وإن لم تطبق الشروط نرجعها إلى الورثة جميل جدا دكتور الحديث متشاعب كما ذكرت وأنا اضطرت أني أنقلك من محور المحور حتى نستوضح بعض المسائل سنعود ان شاء الله يتوضيح بعض المسائل لكن أستأذنك بفاصل نعود من بعد بعد الفاصل نتابع مشاهدين الكرام فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد المشاهدين الكرام دكتور كنا قد توقفنا عند موضوع الوصية تحديدا وذكرت لي الحمل وفي حالة ذكرتها ما يقول الشرع في موضوع الحمل مات رجل وامرأته حامل لم يتضح كما ذكرت بعد ولد بنت كم له من التركة في مثل الحالة كيف يتم الحكم الحمل يعني أشوف هي من ضمن مميزات نظام الإرث في الإسلام أنه أيضا قضية يعني انتقال الورثة وحاجتهم إلى المال يعني أنت تشوف الإسلام ينطي الأب سدس بس في بعض الأحيان ينطي البنت النصف وينطي الولد بقية المال ليش لأنه الأب يعني على نهاية يعني مشى من عمره كثيرا بس هذا بعده يستقبل بالحياة يعني الجديدة فبحاجة إلى المال فجعل الإسلام قضية ميراث الحمل أنه القانون الإماراتي أخذ بالرأي الذي يقول نأتي إلى الحمل مرة نقول ذكر ومرة نقول أنثى ومرة نقول ذكرين ومرة نقول ذكرا أو أنثى ومرة نقول ذكر وأنثى في هذه الحالة نوزع المال ونوقف نصيب ذكر وأنثى نوقف على أنهم ذكرا وأنثى ونوقف إلى أن تلد المرأة نوقف التوزيع بالكامل أم نوقف هذا الجزء هذا الجزء القانون الأردني أخذ بأننا نوقف التوزيع إلى أن تحمل المرأة أكثر شيء تسعة أشهر فقاله نوقف القانون الإماراتي قال لك لا تسعة أشهر كثيرة وجوز يصير مثلا هذا أخذ شوية من المال وهذا أخذ من المال فأخذ بالرأي الثاني الذي هو رأي المالكية على أننا لا نوزع ونوقف ونأتي نقول ترك المتوفى زوجة وبنت وحمل الحمل هنا أقول الحمل ذكر وأنثى نصيبين نصيبين يعني بيصير فلما تكون عندي بنت هنا وعندي بنت وعندي أبن ما سيصير هنا للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين أنطي الزوجة ثمن والباقي يوز على أربعة نينجتني الأربعة لأن عندي الذكر يأخذ اثنين يأخذ اثنين وعندي بنته وبنت اثنين أربعة أربعة بقية المال أوزع على أربعة أنطي ربعة ألم للبنت الموجودة على قيد الحياة وأبقي ثلاثة أربعة إلى أن تلد المرأة إن ولدت بنتين أخذت نصيبها نصيبها ووزعها وأعطي الباقي للابن وإذا طلع فقط ابن فهي أيضا هو الباقي من نصيبها رجع للبنت راح صار ذكروا أنثى مو أنثيين صارت أنثى وحدة سيتم إعارة توزيع المبلغ الجديد طيب دكتور في حالة ما ذكرتها إذا كان ولدي هي نحن نوقف الأعلى فالأعلى الأعلى ولدين ذكر أنثى أو أعلن لا إحنا حالينها اشرح لي يعني هي هنا سواء قلنا ذكرين أو أنثين لأن إذا قلنا ذكرين البنت راح يصير وحدة ويهي اثنين ثلاثة وهنا إذا صار ذكر وأنثى راح يصير عندي بنتين ونصيبين صاروا أربعة صاروا أربعة بس النصيب بالأخير يعني حتى تذكر المسألة إلى الآن يبقى عندي هنا سبعطاش يبقى عندي هنا سبعطاش في إحدى المسائل فأنا أوقف السبعطاش فأوقف أعلى النصيبين يعني ولذلك تحل المسألة بعدة احتمالات قد يكون الولد مي قد يكون الولد ذكر وأنثى قد يكون في القانون فأعلى شيء هي أن يكون هناك ذكرا أنثى أو ذكري إذن هي محلولة شرعا وقانونا وقانونا جميل جدا أخذ بها القانون الإماراتي أننا نوقف أعلى نصيب إلى أن يتبين لنا الحمل وبعد ذلك حينما يتبين الحمل نرجع إلى المال الموقوف أكيد هو ليس أقل مما يستحقون إما لهم كاملا وإما يزيد فنعيده إلى بقية جميل جدا دكتور أنا أريد أن أرجع للوراء خطوة الموضوع كما ذكرنا فيه تفصيلات كثيرة لكن خلنا نعود خطوة الوراء قبل الوفاة هناك بعض الحالات التي تستدعي أن نسأل أسئلة حولها على سبيل المثال هناك من يقوم بتوزيع كل ما يملك على أبناءه في حياته على شكل ورث وزع كل ما يملك للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة الثمن وكما نصة الشريعة ما الرأي في هذه المسألة؟ الرأي من الناحية الشرعية المختصر لا يجوز ليش؟ لأنها اسمها ورثة الورثة ما يتركه الإنسان وبعد موته يورثه الإرث هو الذي بعدك وليس الذي قبلك أفرض مات أحد الأولاد قبل الأب والأصل في الميرات أن الذي يموت قبل الأجل لا يرث لا يرث إذا مات الأبن قبل أبيه لا يرث حتى ولو كان له أبناء أبناء وكذا أبداً خلص الأبناء لأن أخوتهم يقول الصاحب الرحبية في الموارث وتسقط الإخوة بالبنينة إذا أكو أخوة وأكو أبناء الإخوة لا يرثون راحة تالي وابن الإبن سيسير بعد أبعد إلا أيضاً قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون الإماراتي أنه ممكن أن الأحفاد يرثون بالوصية الواجبة أما كميراث المقصود بالوصية الواجبة قانوناً يعني القاضي يقر للأحفاد مبلغ معين مبلغ ضبور وهذا ما أخذ به القانون الإماراتي وأخذت به أيضاً بعض القوانين العربية بناءًا عن يعني تقريباً من عام 1946 أول من أخذ به الأزهر وبدأت الكثير من القوانين تأخذ به والأردن والسوريا ومن ضمنها دولة الإمارات في 2005 أقرت هذا جميل جداً طيب دكتور قد يقول صاحب المال هو مالي نعم أوزعه كيفما أشاء في حياتي إذن انتوزع إذن ليس التاركة لا تسميها تاركة ما توزيعي التاركة لأن مصطلح التاركة لا ينطبق عليها إذن هو يزعه كيفما يشاء كيفما من حق دكتور يعني أموال يريد يتصرف بيها ويعطيها وكذا ولكن حينما جاء الأقرع بن حابس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أني نحلت ولدي هذا غلاماً قال أكل ولدك نحلت ومثل هذا الغلام قال لا قال أي سرك أن يكونوا في البر السواء قال نعم قال فتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم يعني إذن هو من حقه إلا أنه مطلوب من أن يعدل تحقيق العدالة فيما بين الأولاد والبنات والكذا ويوجد مسألة مهمة يذكرها الفقهاء أن لا يكون ذلك هروباً من الإرث يعني ما يريد يسوي هذه القضايا حتى يهرب مثلاً يجوز مثلاً عند أخوة إخوة ما يريد هم يريثون عند كذا أيضاً لا يجوز أن تفعلت إنما الأعمال بالنيات فالأصل أخي الكريم أنا من حقي على قيد الحياة أتصرف بأموالي ولكن أيضاً كما قال رسول صلى الله عليه وسلم السيدنا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أن يكففون الناس فالأصل أننا نترك الأمور إلى ما بعد وفاتنا وهم يتصرفون فيها أما أريد أعطي أولادي وهذا وهذا على قيد الحياة لكن لا يوزع جميع التاركة حتى يخرج من هذا الخلاف قبل الوفاة من الحالات كذلك التي نحتاج أن نسأل عنها دكتور يغيب الشخص يختفي سافر ولم يعد هاجر ولم يعد انقطعت السبل انقطعت أخباره أبناء أرادوا أن يتصرفوا كيف الحال؟ هذا يسمونها أحكام المفقود أحكام خاصة عندنا في الموارث باب من الأبواب قسمة تاركة المفقود المفقود قسميا إما أن يكون هو مفقود وأبوت وث وليد وزعون التاركة بعد ما هو موجود وإما أن يكون لا هو مفقود عند أموال هذه القضايا تتبع للقضاء يعني يجب على القاضي أن يعلم في الجريدة أن يتتبع إذا كان في بلد عن طريق القنصليات والسفارات ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته لا يجوز لأولياء الأمر أن يفعلوا شيئا إلا بحكم قضائي هذا الذي تقوله عشرات الحالات ما يندل ناس مفقودين مفقودين الزوجة تريد تتزوج أو تعتد أحكام كثيرة أحكام كثيرة أحكام المفقود كتبت فيها رسائل علمية ماجستير ودكتورة وكذا وموضوع شائك بس المختصر فيه أنه يرجع إلى قضاء القاضي حينما يحكم القاضي بأن هذا الرجل متوفى أولا المرأة بعد حكم القاضي إذا كان متزوجا تعتد بعد حكم القاضي عدة الوفاة أربعة أشر وعشر تأيام وبعد ذلك يحق لها أن تتزوج وكذا ثم أيضا يعملون حصر للتركة والقاضي يوزعها على وفق الأحكام الشرعية فمنهم القاضي يقول ينتظر أربع سنوات ينتظر أقل ينتظر أكثر بعضها سنتين حسب ما ولكن القانون الإماراتي نص على أنه القاضي يعني يتتبع الأمر مع الجهات الأخرى سواء كان محلية أو خارجية وذكر بأنه أيضا ممكن أن تكون مدة الانتظار بالنسبة للزوجة أربع سنوات أو ما يحدده القاضي ثم بعد ذلك يقومون بتوزيع التاريخ في كل الأحوال دكتور يجب أن توزع التاريخة أنا أسأل هل يجب أن توزع التاريخة بهذه الطريقة من خلال القاضي أم أن يعني انتقل فلان إلى رحمة الله اجتمع أبناء ورثة ووزعنا فيما بينه بحكم الشرع وانتهى هل يجوز يعني في حالة عدم الفقدان في الحالة العامة في الحالة العادية لا مانعة من هذا لا يشترط فيها القضاء لكن القضاء يعني شوف سابقا حتى الزواج لا يشترط أن يوثر صحيح لكن أصبح الآن لا بد من التوثيق لإثبات بعض الحقوق أنت حينما تكون الأمور خارج المحكمة قد يعترض واحد يقول لك أنا ما أس هكذا أعطيتوني أقل صحيح فهذا درءا للمفسدة وسدا للذريعة وحفظا للحقوق أن تكون عن طريق القضاء أما أنه لو الأخوة اتفقوا فيما بينهم ووزعوا وفق شرع الله سبحانه وتعالى لا مانع من هذا ولكن وجدت هذه القضايا أن الرجوع إلى القضاء حفظا لحقوقهم وليس ضدهم بالعكس ليس فيه شيء ضد الإنسان في هذه القضاء في حال فقد أحد الورثة وليس المورث نعم إذا فقد أحد الورثة توفى الأب وعندما جمع ابناء أحدهم مفقود مفقود أيضا هذه القاضي يعني يوزع التركة ويجعل حصته إلى أن يرجع وتنتهي مدة الانتظار اللي هو ضربها القاضي في حالة عدم عودتي يرجع بالمال فيوزع على وفق التركة الموجودة يعني أربع أولاد وهو واحد غايب منطين لثلاثة كل واحد جزء وبعدين الأم أخذت من البداية مثلا السدس وبذلك انتهت المشكلة لما رجع لا الأم أخذت سدس ما عندنا إذن أحنا أخذنا من حصة الولد لأن الأم تأخذ يعني مثلا لو رجل عنده توفى وعنده أربع أولاد وعنده زوجة الزوجة ستأخذ الثمن سواء كان ولد واحد ولا ولديا ولا ثلاث لها الثمن لها الثمن والزوجات لهن الثمن سواء كانت واحدة والزوجات مع البنين أو مع البنات كانت زوجة أو أربع زوجات هو ثمن هو ثمن نعم إذن هو تعددهن إذا كان له ذرية والربع للزوجة والزوجات مع عدم البنين إذا ماكوا أبناء الربع إذا أكوا أبناء الثمون ولذلك الآية القرآنية قدامي يقول الله سبحانه وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يصن بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصن بها أو دين نص الآية القرآنية إذن إذا عندي أربعة أولاد بعدما أعطيت الثمن المال الباقي سأجعله فيما بين الأولاد وأجعل هذا الجزء موقوف الذي هو نصيب الولد بعدما القاضي ضرب المدة ولم يرجع الولد يحكم القاضي بموته وتصدر شهادة وفاة من القضاء هذا الذي أخذه يقسم على الأولاد الثلاثة لأن الزوجة أخذت نصيبها لا يؤثر عليه أتصور بأن في كل المسائل وفي كل أحوال الرجوع إلى القاضي هو الأساس نعم في قضايا الأحوال الشخصية والمواريد على وجه التحديد الرجوع إلى القضاء هو أغمى للعائلة وحتى لا يشك إنسان بحيف يعني يمكن أن أختي بعضهم قد يكون ما عنده علم بالرياضيات وبكذا شلون الربع شلون ثمي لكن لما يكون القاضي خلاص أنا أطمئن لهذا الحكم ذكرت دكتور بشكل سريع اللي هو الورث بالوصية الإجبارية أو هكذا ذكرت نعم نعم ممكن نتحدث عنه بشكل مفصل مفصل وهل نص القانون في دوت إمارات عليها أم لا؟ الأجبارية هم الفقهاء ذكروا أنه إذا توفى الوارث قبل المورث الابن مات قبل الأب عندي أربع أبناء وأحد أبنائي مات قبلي الأصل من شروط الإرث حياة الوارث وموت المورث قلنا بالبداية شروط الإرث ثلاث الشرط الأول مورث اللي هو مات والشرط الثاني وارث على قيد الحياة والشرط الثالث المال الموروث موجود مال نعم موجود مال فإذن الشرط الذي ذكره العلماء أن الوارث يكون على قيد الحياة عند وفاة المورث إذا مات هذا الوارث قبل أبو الأصل أنه لا يرث عنده أولاد العلماء قالوا إذا ما في وصية واجبة الأصل أن الجد قبل أن يتوفى يعطيهم يقولهم أنت أبوكم توفى فهذا من عندلك في حالة عدم حدوث هذا بعد أن يقولون العلماء غياب جانب الشفقة صار قليل التوجه المادي كده اجتمع الأزهر مع بعض القوانين عام 1946 وأخذ ما تسمى بالوصية الواجبة قانونا القانون يلزم الورث إذا كان هناك ولد توفى قبل أبي فإنه يعطى حصة أبي شريطة ألا تزيد على الثلث أيضا لأن هي من جهة وصية ومن جهة واجبة الأصل هي وصية اختيارية ولكن بالمقابل هي واجبة من الناحية القانونية فقالوا نعطي الأحفاد حصة أبيهم شريطة ألا تزيد على الثلث هي تزيد عن الثلث في حال في حال مثلا ابن وبنت وبنت بضضبور رح يزيد على الثلث تقريبا رح يأخذ ثلث بضضبور لو مات رجل وترك مثلا ابن وبنت والابن متوفي رح يصير يأخذ هواية فالشرع يقول الشريطة أن لا تزيد على الثلث صحيح هي وصية واجبة بس أيضا لازم حتى لا نتجاوز النص القرآني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصار جمعة بين الجانب القانوني وبين الجانب الشرعي لأن البعض يقول لك أنتوا جبتوا بشيء لم يأتي به القرآن نقول لهم لا لم نتجاوز القرآن واضح لم نتجاوز الثلث الأمر الآخر قلنا أنه هؤلاء الأبناء من حقهم أن جدهم يعطيهم فإذا القاضي ولي من لا ولي له فهذول الأبناء عن طريق القضاء نعطيهم حصة أبيهم إن كانت قليلة وإن كانت أكثر من الثلث لا نعطيهم الثلث فقط فهذا وهذا ما أخذ به القانون الإمارات إذن هي واضحة في الشرع وأقرها قانون الإماراتي بشكل واضح بشكل واضح وأخذت بها هناك نص بسيط أقرأ لك يا دكتور وتوضحي الفرق ما بين كلمة وكلمة في هذا النص نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي صادر عام 2005 على الأرث بالفرض ثم بالتعصيب أو به ما معن ثم بالرحم ما معنى هذا النص والفرق ما بين الفرض والتعصيب والرحم أولا نحن عندنا الفروض قسميا أنا عندي مثلا مات رجل وترك أب وأخ الأب صاحب فرض والأخ عصبه يعني التعريف الدقيق الفرض هو فروض المقدرة في كتاب الله تعالى والتعصيب هو الذي يأخذ بعد صاحب الفرض إذا صاحب الفرض في هذه الحالة مقدرة نصف وربع وثمن وثلث وثلثين وسدس هذه الفروض لا تزيد عن ستة أنواع النصف إلى خمسة يأخذون النصف الربع اثنين يأخذون الربع الثمن وحدة تأخذ الربع الثمن الثلثين أربعة وكلهم نساء يعني هذه تذكر أنه أعلى نصيب في القرآن الكريم هو للمرأة وليس للرجل نصيب الثلثين لن يأخذه رجل إلا في التعصيب ولكن كفرض الأربع النساء البنتين يأخذوا الثلثين وبنتين الإبن يأخذوا الثلثين والأختين الشقيقات يأخذوا الثلثين والأختين اللي أبي يأخذوا الثلثين هذا تفصيل صعب أكثر بحاجة إلى تفاصيل المهم التعصيب هو ما يأخذه الوارث بعد أصحاب الفروض يعني أضرب لك مسألة أقول زوجة حلو بالمثال بالمثال زوجة وأم وإبن تمام زوجة وأم وإبن أنط الزوجة هنا الثمن لوجود الإبن فيها الحالة هذا فرد هذا فرد جميل وأمط الأم سدس لوجود الإبن بقية المال راح يأخذه الإبن تعصيب هذه العصبة ما بقي من المال يأخذه يأخذه هذول الأول يقلنا ثمن لأنه فرد والثاني يقلنا سدس لأنه فرد لما جئنا يمن الإبن ما قلنا ما قلنا فرد أها قلنا تعصيب لأن الفرد هنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين ما في أنثيين ما في أنثيين يأخذ يعصيب ويأخذ الباقي نعم لو كان ويا الإبن بنت نصيب الزوجة والأم لن يتأثر ثمن وسلس وهنا أيضا راح يصير عصبة لأن للذكر مثل حظ الأنثيين جميل ولذلك أخي الكريم لم يأتي في القرآن أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قضيتين ابنه وبنته أخه أخذ فقط باقي الأحوال أبدا باقي الأحوال يمكن المرأة تأخذ مثل الرجل وفي بعض الأحيان تأخذ أعلى من عنده في حالات طبعا ممكن نذكرها نعم يهمنا هذا الموضوع لأنه موضوع في شبهات يعني مثلا لو عندي الآن يعني أنا جاي ببعض المسائل معي لو مات رجل وترك بنت وعم العم عصبة مات رجل وترك بنت وعم العم عصبة عم البنت أم عم الرجل لا طبعا عم الرجل أنا ما ندخل بالبنت عم هو يعني أنا اللي متت إسماعيل الله يحفظك وعندي بنت وعم هذا العم هنا البنت راح تأخذ نصف والعم راح يأخذ نصف المال بعصبة أخذ مثلها 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 في ورثة اثنين أيوة بنت وعم البنت أخذت النصف والعم أخذ الباقي بالتعصيد لو كان ترك بنتين ش راح يأخذن ثلثين لو كانت بنتين أيوة ثلثين ثلثين وأب وإبن أم وأب وإبن الأم راح تأخذ سدس والأب باش راح يأخذ أيضا سدس إذن تساوت المرأة والرجل لا تساوت الشيء تمام إذن ليس ليس قاعدة اللي هم يفهمونها دائما للذكري مثل حظ الأنتين أبدا أربع حالات فقط فيها للذكري مثل حظ الأنتين اللي هي وجود بنت وابن أو بنت ابن وابن ابن بنت ابن وابن ابن يعني يعني حفي الأحفاد بالضبط يعني أنا ابني ما موجود أبناء ابني موجودين أيضا يأخذون الابن والبنت للذكري مثل حظ الأنتين الأخ والأخت الأخت الشقيقة والأخ الشقيق أيضا للذكري مثل حظ الأنتين أو الأخت لأب والأخ لأب إذا كان الرجل متزوج أكثر من إمرأة هذه هي الحالات التي فقط فيها للذكاء أما كل الحالات الأخرى إما مساوية أو أكثر إما مساوية أو أكثر يعني هذه هنا الأم أخذت سدس والأب أخذ سدس والابن أخذ الباقي جميل جدا الدكتور التفصيل جميل وكنت أنا اتهت في جزئية لكن أعدتني بعد الكتابة بشكل واضح نرجع لها وعندي بعض رأسئلة لكن أستأذنك في فاصل أخير فاصل نتابع من بعده فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دكتور اسماعيل مثل ما توقعنا في بداية الحلقة أن الموضوع طويل وموضوع فيه تفاصيل كثيرة وإحتاج تفصيل فأعتقد ربما سنحتاج حلقة ثانية إن شاء الله إذا ما كان عندك مانا لا لا ما فيه أي مانا إن شاء الله طيب وأنت تتحدث دكتور تذكرت بأن من الواجب أن نتحدث عن الحكمة من هذا التشريع بهذه الطريقة تفضل دكتور فعلا الحقيقة يعني يعني يقولون العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكمة هنا العلة هي الحكمة من التشريع لو رجعنا إلى نظام المواريث وليش ربنا سبحانه وتعالى أعطى كذا وأعطى كذا العلماء يقولون هناك ثلاثة قضايا قضية الأولى الإسلام نظر إلى قضية القرابة كلما اقتربت القرابة كان لها نصيب من الميرات القضية الثانية الحاجة إلى المال يعني أنا لما أقول أنا وأختي توفى الوالد وترك إسماعيل وأخته أنا رح أخذ ثلثيا وأختي أخذ الثلث الأصل في هذه الحالة أن أختي وأنا موجود لا تنفق من هذا الثلث شيء أنا مسؤول شرعا شرعا عنها حتى تتزوج في حالة بعد الزواج هي ستذهب إلى زوج ينفق عليها ويأتيها مهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة المهر إلها وأنا رح أتزوج إمرأة أدفع لها مهر ورح تجيني إمرأة أنفق عليها فيجب أن ننظر إحنا إلى الحقوق والواجبات التي أولاها الشرع قبل أن نقول لماذا لم يسوي بيني وبين أختي لا أنا أقول الحكمة هنا أختي أخذت أكثر من عندي تمام فلذلك ربنا نظر إلى مرتبة الأنوثة وكرمها بهذا المال الذي تضعه في جيبها لحاجاتها الخاصة لأنه يجب على زوجها أن ينفق عليها في ضرورياتها وقبل زوجها الأخ أخوها شريكها في الورث في الورث ولا قدر الله لو طلقت يجب عليها أن ترجع إليه وأن أنفق عليها لا تكلف المرأة بالنفقة على نفسها في كل أطوار حياتها بنت ينفق عليها الأب أخوة ينفق عليها الأخ زوجة ينفق عليها الزوج أم ينفق عليها الإبل فإذن الإسلام راعى قضية القرابة وراعى قضية الحاجة إلى المال النقطة الأخرى أخي الكريم حسن نم ماله مع والده بس البنت ما نمت المال معه وهذا في الغالب وهذا في الغالب صحيح فربنا سبحانه تعالى نظر أيضا من حكمته أنه الولد يأخذ شوية زيادة لأنه كان يشتغل مع أبوه يروح ويجي وكذا وكذا وهذا واقعنا الإسلام نزل في الجزيرة العربية وهذا واقع الجزيرة العربية أن الولد بحاجة إلى المال أكثر من المرأة ومع ذلك أن المرأة مستفيدة من مال أخيها أكثر مما هو يستفيد منه مستفيدة من مال أخيها شرعا وقانونا وقانونا القانون يلزم الأخ والأخ والاب والأب كلهم أن ينفقوا على أرحامهم فلذلك أخ الكريم يعني الحكمة هي قضية القرابة وقضية الحاجة إلى المال وقضية الامتداد الأسري قلت لك يعني مثلا ينطي الأب في بعض الأحيان أقل من ما يعطي البنت لأن الأب كبير ولذلك الجد والإخوة من المسائل العويصة عندنا في المواريد يقول أحد العلماء الجد يعني يقاسم الإخوة في الميران فقال أحد العلماء حين قال لا حياه الله ولا بيان قال عمره وشاركنا في المال سيدنا أبو حنيفة رضي الله رحمه الله يقول لا الجد ما يرد لأنه خلص انتهى بس المذهب الجمهور والذي أخذ به القانون الإماراتي أن الجد يشترك مع الأخوة فأحد العلماء القدامة يذكرونها في الكتب قال لا حياه الله ولا بيان طال عمره وبعدين يجي يشاركنا في المال فقضية العمر أيضا والإسلام راعا ينظر لها فهذه الأسس الثلاثة هي الحكمة التشريعية في نظام المواريد في الفقه الإسلامي أو في التشريع الإسلامي أنه نظر إلى الحاجة إلى المال نظر إلى القرابة نظر إلى العمر الامتداد العمري فأعطى البنت أكثر من الأب وأعطى الإبن في بعض الأحيان أيضا أكثر من الجد زيان وأعطى الزوجة أقل أعطاه له ربع له ثمون تمام لأنها أيضا زوجة وعاشت مع الرجل وكذا وبعدين راح تكون عدء ابنها ويكون أمه ويجب أن ينفق عليها لا قدر الله طال عمره وتوفى الإبن ستأخذ أيضا من حصة ابنها سدس أو ثمون حسب ما موجود عنده من الأولاد إذن دكتور كل شبهة في هذا التجاه مردود عليها أبدا أخي أستاذ حسن يعني حقيقة أن التشريع الإسلامي الذي ينظر إليه يجد أنه بالعكس أعطى المرأة يعني أنا ما أستطيع أن أحصيت 30 حالة المرأة تأخذ نفس الرجل وأربع حالات في بعض الأحيان تأخذ ومثلها ما ذكرت لك منك الآن بعض الحالات والأغلب إما مساوية وإما أكثر في قضية الأخوة لأم الله قال فإن كانوا أخوة لأم فهم شركاء في الثلث الأخوة لأم لأم لهم ثلث والبن وأخ وأخت بس كل واحد منهم يأخذ سدس ما واحد يأخذ أكثر من الثاني فإن كانوا أخوة لأم فهم شركاء في الثلث فإذن يتساوى الولد والبنت بنفس المبلغ المالك جميل جدا في هذا ومنص القرآن الكريم جميل إذن ردينا على الشبهة ووضحنا وأعتقد بعض المسائل بحاجة إلى أن نرجع لها دكتور مرة أخرى إن شاء الله وسنعود بعد أذنك في حلقة أخرى إن شاء الله يعني لترتيب ما ذكرنا خاصة قضية الأرحام وما أنت سألت عنها كذا نعم ما أكمل لكن إذا تأذني دكتور في أقل من دقيقة سؤال نطرحه في الغالب في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وغيرا نطلع على ثقافة الناس حول موضوع حلقتنا فكان سؤالنا كالتالي اختلاف الدين هل هو من موانع الأرث أم لا 76% من المستطلعة آراهم يقولون نعم هو من موانع الأرث بينما 24% يقولون لا دليل على أن الثقافة الثقافة جيدة جيدة إلى حد شبه ثلاثين وأنت تحدثت عن هذا بشكل مفصل شكرا لك دكتور كفيت ووفيت لأن إن شاء الله لقاء قادم نستكمل فيما بدأنا وكذلك الشكر باسمك لمن تابعنا في هذه الحلقة ولمن تكرم علينا بالإصغاء والانتباه والتركيز لأن موضوعنا كان بحاجة إلى هذا نلتقيكم بإذنه تعالى الأسبوع القادم إلى ذلك الحين لكم أجمل تحية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر